السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اناف الى الففال اعادة مبارأة الجزائر والكاميرون فان الملف يشهد امورا جديدة هذه هي المباراة التي تحتسب في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 التي ستقام في قطر تأتي هذه المبادرة للتنديد بقرارات التحكم الصادرة عن بكار قسمة في الواقع كانت قصة هذه الفضيحة بمثابة قصف رعد لجميع انصار الجزائر عندما كان يعتقد ان القضيات قد اغلقت قد مفاف استيناف بسبب عدم الرضاة عن التحكم خلال المباراة بين ثعالب الصحراء والاسود التي لا تقهر في 29 مارس انضم للاتحاد الى طلب فتح تحقيق لسبب وجيه تعرض الجزائريون التحكم يعتبر غير عادل وتهم في الوقت نفسه الغامبي باكار جاسما حكم اللقاء بقلب انكفة الميزان على الجانب الكاميروني في هذا الاطار قررت الهيئة المسؤولة عن كره القدم الجزائريات التحرك وبالتالي لا نطلب من الفيفا التحقيق في فضيحة التحكم ويقعده لاختيارين الجزائري والكاميرون ملاف الاستيناف جديد وتجدر الاشارة ايضا الى ان الاتحادية الجزائريات لكره القدم اعلنت انه سيتم النظر في الاستيناف المتعلق بشكواها وبالتالي ستكون الهيئة الدولية لكره القدم قادرة على النظر في الاستيناف في الحادي والعشرين من ابريل وعلى نفس المنوال تحدث رئيس اتحاد الكرة شرف الدين عمارة مرة اخرى حول هذا الموضوع وفي الحقيقة قال المسؤول للشرق نيوز انه لا احد يعرف مصير سيار هذه القضية قبل ان تواصل التأكيد على ان الاستيناف قدم بالفعل على اثر شكاوى الجزائريين